اشتركوا في القناة إذا بدأنا أستاذ بشير أنت مطلع بالشأن اليمني كبير بشكل كبير كيف وصلت الأوضاع في اليمن إلى ما هي عليه الآن يمكن القول الوحدة التحقيق الوحدة اليمنية بالتسعين أعتقد يشكل نقطة فصل في التاريخ اليمني فيما قبل الوحدة وما بعد الوحدة الوحدة كانت نقطة بداية لأمل يمني جديد يعني أنا أذكر أثناء باحثات الوحدة كان الحديث يدور عن بناء دولة يمنية جديدة حتى أن الشريك الجنوبي في هذا المشروع عريسان من البيض قال نحن الآن نتجه إلى الوحدة لبناء النظام اليمني الجديد فكرة بناء النظام اليمني الجديد استندت إلى الأخذ بالأفضل من التجربتين تجربتين كانت تتصارعان كل طرف منهم يدعي أنه هو الأفضل هو لديهم مشروع بناء يمن جديد المهم النقاش اللي حصل بين التسعة وثمانين للتسعين على مدار سنة مجموعة أوراق العمل للعملات تصورات اللي انوضعت لعملية بناء النظام اليمني الجديد كانت كلها مبشرة وكانت بنية على دراسات تأخذ بعين الاعتبار الواقع ومشاكله واستشراف للمستقبل لكن ما حصل بعد ذلك أننا ذهبنا إلى وضع مختلف تماما هذا الوضع يعني بدأ منذ بعد قيام الوحدة بأسبوع بدأت عملية مصادرة لهذا المشروع من الطرف الآخر يعني الطرف اللي موجود في صنعة المتمثل بحلف العسكر والقبائل وحزب الإصلاح بدأنا فتنة بنفق فعلا بعد حوالي شهر حين بدأت عملية مثلا معارضة دمج القوات المسلحة يعني بدأ من أن تدمج القوات المسلحة على الأسوس التي وضعت في أوراق العمل الطرف الآخر اللي موجود في صنعة أنت في الجنوب يجب أن تسلمني القوات المسلحة التي لديك يعني أنت لم تعد طرف ند لند وهكذا تطورت الأمور تطورت الأمور وبعد ذلك وصلنا إلى حرب 94 اللي عمليا حرب 94 أخرجت الشريك الجنوبي من الوحدة وبدأ مشروع آخر مشروع هيمنة ونوع من الاستعمار الداخلي للجنوب هذا التمهيد كان هناك نقطة أمل ثانية هي اللي بدأت في أواخر 2009 بحدود 2009 أو 2008 سلطة الحراك الجنوبي السلمي كانتها أيضا مبشرة يعني التحركات اللي بدأت بالعسكريين ثم أصبحت تحركات عامة لإصلاح لإصلاح الوحدة طيب أستاذ بشير هناك من يرى أن أيضا 94 لم تكن حرب شمالية جنوبية خالصة كان هناك قوى جنوبية أيضا ساهمت في هذا الصراع مستفيدة من العداء التاريخي أو الإرث التاريخي فيما يسمى بالزمرة والطغمة وشاهدنا أيضا صعود موجة من القاعدة العسكريين الجنوبية الذين ذهبوا بصطفه وكانوا مقدمة تجتياح الجنوب هو شكليا هذا الكلام صحيح يعني نظريا هذا الكلام صحيح أنه شاركت المجموعة اللي كانت محسوبة على علي محمد بما فيهم الرئيس الحالي بما فيهم الرئيس الحالي ومجموعة من القاعدة العسكريين اللي كانوا حوله لكن في الحقيقة هذول دورهم كان ثانوي في حرب الـ 94 حرب الـ 94 أنا بنعرف يعني خاضتها الألوية الشمالية اللي كانت تحت صرف علي عبدالله الصالح وخاضوها الجهاديين الجهاديين كان دهرهم كبير اللي كانوا يقودهم الزنداني والشيخ عبدالله بن حسين الأحمر التعبئة الأساسية للحرب على مدى تقريبا عام يعني من فترة اعتكاف علي سالم البيض في أغسطس 93 إلى وقوع الحرب يعني مرورا بتحقيق وثيقة العهد والاتفاق وتوقيعها أول شيء في عدن وبعد ذلك في الأردن هذا كان في فترة التعبئة كانت تعبئة هاي بشكل أساسي مشرف علي الشيخ الأحمر الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر عودة الفرع إلى الأصل فبالتالي القوى المحسوبة على علي عناصر محمد شاركت من منطلق تصفية حسابات 86 يعني يناير 86 وليس أكثر من ذلك وأنت شفت بعد الحرب يعني صحيح أعطيت هاي القوى يعني موقع نائب الرئيس لكنه موقع بالهامشي يعني عبدالرب منصور هذي ظل هامشي كان هناك تقريبا أكثر من 40% من قوام الحكومة كان أيضا يمنح لأبناء المحافظة الجنوبية هل كان هذا بمثابة محاولة للتغطية على مدار في 94 كما ذكرت حضرتك أولي أنا أشوف قراءتي اللي حصل بعد 94 كان في محاولة السيطرة على الجنوب بالكامل في قطاعات مثلا قطاعنا في الطمط السيطرة عالية كاملة الطمط السيد البحري تمت السيطرة علي كاملة الأراضي تمت السيطرة علي كاملة كان في عملية تجميل أنه جيش تمت السيطرة عليه كاملة الأمن نعطي للجنوبين لا بد أن نشركهم يعني بشكل ما تم يشراكهم يعني عطيت لهم مزارات وحكومات وإلى آخر رؤسة الحكومات المتعاقبة جميعهم جنوبين باستثناء الدكتوري الإرياني يعني من 94 إلى حتى 2014 بس عبد قادر بجمال يعني كرئيس حكومة هل تحسبوا على على عبدالة صالحة من الجنوبيين يعني بقادر بجمال يعني ما عنده هم تجاه الجنوب ولم يكن أصلاً شريك في مشروع الوحدة يعني نحن نتكلم عن شراكة حصلت هذه الشراكة عملياً تنفك فكه بال 94 وبدأ علي عبدالة صالح يبحث عن صيغة جديدة للهيمنة على الجنوب هذه الصيغة أشرك فيها بعض الجنوبيين عملياً كان يخدمه هو أن يشق الصف الجنوبي اللي هو إجرى المفروض على الوحدة بمشروع مثل ما فيه مشروع آخر شمالي فيه مشروع جنوبي أنه نبني دولة حديثة صار يبحث عن صيغة أخرى تماماً مختلفة أنه لا نحن نتوحدنا وما عد فيه جنوب وما عد فيه شمال فبالتالي كان هو بحاجة إلى من يبرر هذه الصيغة بعد ذلك حدثت ربما معادلة أو محاولة لقلب المعادلة السياسية تمثلت في اللقاء المشترك الذي ضم الإصلاح والاشتراكي إلى جانب بقية الأحزاب الأخرى هل هناك من كان يرى أن اللقاء المشترك كان بمعثابة فرصة لتجاوز ما حدث فيه 94 صحيح هذا الكلام يعني ونذكرنا ترسيح فيصل بن شملان يعني اللقاء المشترك استطاع فعلاً أن يعيد ترميم بعض الدمار على مستوى الحياة السياسية وكان فكرة جيدة هذا اللقاء المشترك وقاده بشكل رئيسي لحسب الاشتراكي يعني جال العمر اشتغل رحمه الله اشتغل بشكل أساسي على فكرة اللقاء المشترك كان فيه فكرة أنه يجب أن لا تترك الحياة السياسية يعني بالصيغة التي يريدها علي عبدالله صالح فحصل اللقاء المشترك واشتغل قدم فيصل بن شملان ثم فيصل بن شملان كان في أمل أنه ممكن يربح الانتخابات الرئاسية وكل الأرقام والمعطيات والمعلومات تؤكد أنه تقدم على علي عبدالله صالح حتى اعترفت نائب الرئيس علي محسن الرئيس حالياً علي محسن وهو كان قائد الفرقة الأولى السابقاً قال أنه تم تزوير هذه الانتخابات لصالح وأنه قال إذا لم يفز سيقوم بإحراق البلد بالضبط قلنا محطة الوحدة كانت محطة أمل بعد الوحدة اللقاء المشترك إجا محطة ثانية وتم إفشاله يعني علي عبدالله صالح لم يترك فرصة أمام اليمنيين لبناء بلد جديد دائماً كل شيء تمحور حوله يقود البلد بالطريقة اللي وصلنا لها تحدثت عن القضية الجنوبية وعن الحراك الجنوبي ربما كانت 2009 محطة هامة جاءت 2011 لتعز من أهمية الصراع النضال السلمي وأهمية أيضاً ربما كانت أول إعتراف حقيقي من جميع الأطراف السياسية بالقضية الجنوبية بعد 2011 لماذا لم يتم الاستفادة من هذا الزخم الذي كان يقول أن القضية الجنوبية هي قضية هامة وهي مظلمة حقيقية كيف استطاعت بعض الأطراف ذهب بها بعيداً عن جوهرها وتحولتها إلى فرصة لنقل للوصول إلى محاولات السيطرة على الجنوب شوف الحراك الجنوبي السلمي سبق الربيع العربي وهذا كان أمر مهم جداً أن الشارع الجنوبي تحرك وعمل نعمة الحرارة الداخلية وأمر مهم جداً أيضاً أنه لم يستخدم العنف لأول مرة بتاريخ هذا البلاد يعني يتم طرح القضايا الرئيسية على طاولة البحث سلمياً أسهم الحراك الجنوبي الحقيقة بما حصل في 2011 في الساحات في الساحات انطرحت القضية الجنوبية وانطرحت قضايا إلى من الأخرى يعني لم تطرح فقط القضية الجنوبية أنا أعتقد الحل العربي الذي يقدم لعلي عبدالله صالح كان هو المشكلة الرئيسية مبادرة الخليجية مبادرة الخليجية مبادرة الخليجية بدل أن يرحل علي عبدالله صالح ويتم محاكمته ومحاكمة النظام السابق كاملاً إحنا أعدنا إنتاج هذا النظام بطريقة ثانية يعني تركنا مجموعة من الألغام مزروعة بالتالي اللي فشل مش بس أنه القضية الجنوبية ما أخذت حقها ومنحرفت المشكلة القضية الأساسية كاملة يعني اللي طرحوا الشباب الثورات من 2011 كله بالأخير تبخر ما نتج عنه شيء يعني نتج عنه بالأخير أنه نحن نسلم عبدالربو منصور هادي السلطة بديلة لنا لعبدالله صالح ونبقى نسأل برلمان أين مثلاً مشروع شباب الثورات اليوم كله غير موجود القضية الجنوبية أيضاً المحيط الإقليمي أيضاً لم يكن يريد بهذه القضية الجنوبية أن تعود يعني وتتصدر في جنوب الإنان ويبنى دولة على الأسس اللي كانت مطروحة أمر ثالث عفواً في هذه النقطة دولة في الجنوب فقط أم دولة يعني إصلاح البيت اليمني بالكامل لأنه في الأخير الحديث عن دولة في الجنوب إصلاح البيت اليمني من خلال مبادرة من خلال ما نطرح في الساحات قضية جنوبية حسب تفكير الشارع الجنوبي هي العودة إلى ما قبل الوحدة يعني في الحوار أخذت صيقتين هي في الحوار كان أنه حل القضية الجنوبية يعني مسح نتائج حرب الأربعة وتسعين يعني مساواة الجنوبيين في الوحدة عودة إلى مشروع إذا بدك مشروع الوحدة بالتسعين أنه في شريكين قضية جنوبية بالتالي في أقاليم هذا طرحت في مؤتمر الحوار لكن الحديث اليوم عن الشريكين باعتقد أن الواقع تجاوزها بشكل كبير جدا كان هناك حديث عن إصلاح مسار الوحدة ومن ثم تطور الوضع عندما فشل هذا الحديث إلى تحديد المصير ومن ثم اليوم عادت الأطراف بجميعها أو معظمها تتحدث عن اليوم مكونات جنوبية كثيرا تتحدث عن الفدرالية عن نظام الأقارب وبالتالي اليوم ربما لم يعد هناك خيار واحد أو صوت واحد في الجنوب يمكن البناء عليه إلى أي مدى لعبة أو أدة الأزمة التي شهدتها اليمن الحرب الانقلاب التي شهده اليمن في 2014 لتغير هذه المفاهيم يعني إذا وضعه جديد يعني بعد سقوط صنعة واحتلال عدن أيضا إحنا إذا وضع مختلف تماما عن وضع اللي كان قبل أن يتم طرح المشروع الحوثي بهذه الصيغة يعني أنت الآن حوثيين قوة مدعومة من إيران ثم هناك الأطراف الأخرى يعني السعودية والإمارات في اليمن والشرعية اللي هي موجودة في الرياض وهي شرعية ضعيفة طرف الأضعف الطرف الأضعف طرف الأضعف وقرارها وليس لديها قرار يعني أنت عندك قرار في عدن قرار إماراتي بالتفاهم مع السعودية يعني هناك مندوب سامي بلد تحت الوصاية الإماراتية مرة يعني يطرح أن هذا البلد بده يستقل يعمل دولة ينفصل ومرة لا يتم تجميد هذا الموضوع حقيقة غير واضح يعني طالما أن الوضع في صنع لم يحسن وضع في الحديدة لم يحسن الوضع الكامل المجمد يعني لا أحد يعرف الآن نحن أمام أفق مسدود تماما يعني لا تستطيع أن تشخص وتقول نحن ماشيين في عدن اليوم بعد فترة ممكن هذه المنطقة تحكم حالها ذاتيا يعني الآن المشروع الحوثي مرتهن كورقة إيرانية والجنوب بالكامل مرتهن بيد السعودية ما الذي تريده القوى الإقليمية من اليمن اليوم تحدثنا عن تدخل سعودي ربما أنت في عشرة فبراير 2015 ذكرت في أحدى مقالاتك أنه لم يعد هناك أي أدوات أو إمكاني للتدخل السعودي في اليمن وذكرت خمس من الحيثيات من ضمنها موت عبد الله بن حسن الأحمر رحيل صالح سقوط ورقة القاعدة وما غيرها بعدها بحوالي شهر تدخلت السعودية بشكل فجر هل فعلاً التدخل السعودي جاء بطلب من الحكومة اليمنية؟ هل فعلاً أنه هادي أصبحوا اليوم الحليف الوحيد أو الورقة الوحيدة التي يستخدمها التحالف في تدخله في اليمن؟ أنا أعتقد السعودية دخلت اليمن للدفاع عن نفسها كان فيه سوء تقدير للمشروع الحوثي في اليمن لكن عندما المشروع الحوثي تقدم ووصل إلى عدن السعودية استنفرت بذلك السعودية مثلاً ضربت أول شيء الأسلحة الثقيلة اللي ممكن الصواريخ البعيدة المدى الطيران هذا يمكن يهدد السعودية يعني التدخل بالخلفية السعودية في اليمن هو تدخل استفاقي لمنع المشروع الحوثي يهدد السعودية لأن السعودية ساهمت بشكل أو بآخر في وصول الحوثيين إلى صنعاء هذا كان باعترافات الوزير أو السفير السعودي في اليمن كان هناك غض الطرف كان هناك أيضاً مباركة لإسقاط الدماج وإسقاط حاشد وإسقاط أيضاً اللواء 310 في عمران وغيرها وبالتالي كان هناك حديث عن عملية سريعة لإقفال جامعة الإيمان والعودة اليوم يعني الحديث عن سوء تقدير السعودي ربما غير مفهوم أو غير مقبول يعني أنا أعتقد ما في إذا بدك موقف سعودي واحد في اليمن يعني تفكير أيام الملك عبد الله باليمن غير تفكير أيام الملك سامنان في اليمن يعني الفريق اللي قادل كان عنده الملف اليمني أيام الملك عبد الله غير الفريق اللي مسنا من الملف اليمني في أيام الملك سلمان الفريق اللي يتعامل مع العبد الله صالح غير الفريق اللي يتعامل مع عبد ربه منصور هادي يعني إذا بدك تقول أنه في استراتيجية سعودية ورؤية سعودية في اليمن أنا برأي يتحمل السعودية أكثر مما تحتمل السعودية لا تشتغل بهذه الطريقة يعني نعطيها يمكن أهمية كبيرة إذا أنه أنه نفي استراتيجية سعودية سعود يشتغل بالقطعة يعني مواقفها من دخول الحوثيين كانت حسابات على ممكن تأثر على عبدالله صالح عبدالربو هذي عبدالربو منصور هذي ما نحكى أيضا له دور بإدخال الحوثيين وإيصانهم إلى صنعة الحسابات يعني إذا بدك تعمل خارطة ما في ممكن يلي بناء خارطة رياضية بنية على الأرقام يعني اختلاط كامل واختلاط حسابات كامل كيف سقطت اليمن من الحسابات يعني لاحظة أنه حتى السفراء الغربيين في اليمن كانت تقديرات خاطئة وجميعهم تركوا البلد وغادروا عندما دخل الحوثيين إلى صنعة وكانوا يرفضوا حتى الحديث عن كون الحوثي يشكل خطر كان الحديث دائما أن هناك صراع بين قوتين بين الإصلاح أو الإخوان المسلمين وبين الحوثي وبالتالي كان هناك حديث حتى من قبل الأمم المتحدة من قبل مبعوث الأممين لا بد من ضبط النفس بماذا كان يفكر العالم في تلك اللحظات يعني يعني مثلا بنرجع بنرجع نحكي على فكرة أنه سوء تقدير لا جزء من سوء التقدير هذا مقصود وفي سوء تقدير نتيجة عدم دراسة الموقف بشكل جيد وإنت بتعرف مثلي مثلاً سوء التقدير اللي نسب للمبعوثين الأمميين ودورهم بإدخال العوثيين إلى صمعه دور الأمم المتحدة أنت بتعرف هذا الشيء طبعاً أنا ما فيني أجزم أنه المبعوثين الأمميين لعبوا دور سلبي بهذا الموضوع وتعديداً جمال بالعمار لكن تم الحديث بشكل يعني في الإعلام عند دور لعبوا جمال بن عمر وبناء عليه تم الطلب من قبل الشرعية تغيير جمال بن عمر بمبعوث الموريتاني أشمعي أولد الشيخ أولد الشيخ السعودية أنا برأي السعودية كانت تريد أن تحمي نفسها ولكن أيضاً تريد أن تغرق اليمن في المستنقع على فكرة السعودية كان أنا صالح حبرة الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثيين قبل 2014 تحدث أن لديهم تفهمت مع المملكة العربية السعودية وأننا أنهينا الأزمة واتفقنا على مجموعة من النقاط من ضمنها حتى قيام المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات للحوثيين وإقفال الملف الذي كان بسبب تداعية تدخل السعودي في الحرب السادسة وقصف صعدة وحرب سفيان السعودية وجدت نفسها في 2014 ربما في فوهة المدفع تدخلها بشكل السافر لم يكن لديها مشروع اليوم ما هو مشروع السعودية في الإيمان هل فعلا بإمكانها الخلاص أما أن لديها اكتشفت بعد 2014 أن لديها إمكانية لالتهام بلد كان في فترة يمثل لها حلم خاصة أن الوصول إلى البحر العرب السيطرة على المنافذ ذل البرية والبحرية بسهولة وبدون أي خسائر أنا تقديري بالـ 2014 كان في مقدمات الحديث عن الاتفاق النووي الإيراني يعني اللي توقع بعدين بالـ 2015 هذا أمر كان أفزع السعودية يعني خلال إدارة أوباما أفزع السعودية وشكل عامل دفع للمشروع الحوثي في اليمن سعودية مثل ما أتلك دخلت استباقيا في اليمن ولم تكن تقدر السعودية أنها يمكن تستطيع أن تتقدم بالشكل اللي وصلت له اليوم يعني استطاعت اليوم سعودية أن تخلق يمن مريض يعني هيمنة إماراتية في عدن وبعض المناطق في الجنوب وهيمنة السعودية في بعض المناطق مثل المهرة وجزء من حضرموت هذا الوضع اللي موجود في اليمن اليوم الوضع للمريض مغري بالنسبة للسعودية أن تعود إلى مشروع التاريخية لمد أمبو إلى بحر العرب هذا مشروع قديم يعني ويوفر عليها يعني مسافة كبيرة لا تصل لا تندل البحر الأحبر وبعدين ما في أي مشكلة عندها الآن هذا الأنبوب تمده هذول العاملين عاملين أساسيين يعني أنه فترة الاتفاق النووي واتفاق النووي معطوف أيضا من نفس الوقت على علاقة إذا بدك علاقة فاترك جدا بين سعودية وإدارة أوباما الآن الحديث عن مطب أو عن مستنقى سعودي في اليمن أيضا كيف استطعت الإمارات السيطرة على الدفة في اليمن وكيف استطعت أنها تتحول إلى المستفيدة الأكبر بينما السعودية هي لمن تدفع خسائر هذه الحرب بشكل واضح سنناقش هذه التفاصيل غيرها لكن بعد فاصل قصير أعزائي المشاهدين فاصل قصير نعود بعد الاستكمال للحوار مع ضيفنا الأستاذ بشير البكر رئيس تحرير صحيفة العربية الجديدة الصادرة من لندن كونوا معنا نستدعي وجهات المطر المختلفة ونناقشها معكم نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل فضاءنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود فضاء حر على شاشة بلقيس أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم من جديد نعود لاستكمال حوارنا مع ضيفي العزيز الأستاذ الشاعر والعديب بشير البكر رئيس تحرير صحيفة العربية الجديدة الصادرة من لندن أستاذ بشير كنا قبل الفاصل تحدثنا عن الدور الإماراتي في اليمن وكيف أن السعودية هي من تدفع الثمن بينما الإمارات ومن تحصد النتائج اليوم الإمارات تسيطر على الموانئ الأساسية تسيطر حتى على جزيرة سقطرة تمنع عودة الحكومة الشرعية إلى عدن تمنع حتى قادة في مقاومة من الدخول إلى الأراضي اليمنية كيف استطعت الإمارات أن تحظى بكل هذا النفوذ رغم أنها ليست اللاعب الأساسي في اليمن والحكومة الشرعية والرئيس هادي أكثر مرة يشتكي من الدور الإماراتي في اليوم هو يعني حتى تفهم هذه المعادلة لازم تفهم حجم التأثير الإماراتي داخل السعودية يعني نحن مثلا لاحظنا بأزمة الخليج الأخيرة أزمة حصار قطر الدور اللي لعبوا سفير الإمارات في واشنطن الاعتيبة مع اللوبيات الكبيرة في واشنطن بتقديم محمد بن سلمان يعني وهذا أمر يعود إلى ثلاث أو أربع سنوات يعني المراسلات تكشفت أنه الإمارات هي صحبة فضل كبير على محمد بن سلمان ووضح اليوم يعني هناك تأثير يعني غير خفي للإمارات على الأداء السعودية هاي هاي نقطة نقطة ثانية الإماراتيين منذ البداية اشتغلوا بطريقة مختلفة عن السعوديين على الأرض استطاعوا أن يبنوا ميليشيات في في الجنوب يعني استطاعوا أن يكسبوا جزء من النقاومة الجنوبية يعني عيدروس الزبيدي وشلال استطاعوا أن يكسبوا بنوا قوات خاصة بهم قوات الحزام بنوا سجون بنوا شبكة هذا السعوديين ما اشتغلوا على الأرض سعوديين حتى يعني اليوم ما عندهم أي جندي على الأرض الإمارات عندها قوات عسكرية موجودة يعني أرسلت سفن وأرسلت جنود حتى حتى مرتزقة أرسلت مرتزقة نعم السعودية إلى اليوم اكتفت بالقصف الجوي إلى حد هذه اللحظة لنتبت ترسل ولا جندي هي موجودة في المهرة بشكل هناك أكثر من قاعدة عسكرية موجودت في المهرة خلال وشاهدنا السبع الماضي كيف توترت الوضع وصلت لمحطة الاشتباكات مع سكان المهرة يعني هذا موضوع المهرة يعني عم يحاولوا سعوديين ينشؤوا وقع جديد في المهرة يعني يتعرف موضوع المهرة من جهة يتعلق بمد الأنبوب النفطي ومن جهة ثانية في محاولة لتطويق عمان يعني هم يشتغلون على موضوع تطويق عمان وهذا أيضا خلفته يعني بالتفاهم مع الإمارات لأن هناك مشروع إماراتي سعودي لتطويق الدور العماني هل كانت زيارة بن يامين نتنياه الجزء من القصة لعادة تفاهمات ومنع تطويق عمان دخول إسرائيل كلاعب أساسي خاصة أن هناك محاولة سعودية لاستجداء أو لإيجاد علاقات مع إسرائيل أو هي في الأصح علاقات موجودة من تحت الطاولة هي علاقات بين السعودية وإسرائيل والإمارات يعني كما مرر الإسرائيليين كشفوا وتحدثوا عنها يعني تحدثوا عن زيارة ولي العادة السعودي محمد بن سلمان إلى إسرائيل أكثر من مرة السعودية لم تنفي بالنسبة للإمارات تطبيع جاري على قدم وساق يعني هناك الوزراء الإسرائيليين في العام الماضي حصلت مجموعة زيارات وحتى هذه السنة تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في أبوظبي وزيرة الثقافة الإسرائيلية زارت مسجد خليفة أو الشيخ زايد يعني هي يعني خلال زيارتها تم عزف النشيد الوطني الإسرائيلي لأول مرة في بلد عربي لا يقيم علاقات رسمية مع إسرائيل ويعني كان هذا بالنسبة لنا تنياهو اعتبر أنه هذا عيد كبير مسألة أنه إسرائيل فاتت على خط العلاقة بين عمان والإمارات والسعودية ممكن هذا الشي زيارة داتنياهو إلها علاقة بهذا الشي إذا عدنا لموضوع الإمارات والإمارات يعني هناك تقارير كثيرة تحدث عن سجون سرية عن انتهاكات عن تعذيب عن قتل عن أيضا محاولة لإفشال جهود الحكومة بشكل أو بآخر ما الذي تجني الإمارات من كل هذا ماذا تستفيد عندما تزيد من عذابات شعب أصراني من ويلات الحرب والجوع والفاقه نظرية البلد المريض أن يكون اليمن بلد مريض هذه نظرية تخدم السعودية والإمارات لمدى طويل تعديدا السعودية سعودية أنت تعرف في خلفية السعودية أنه لا يكون اليمن قوي يجب أن يبقى اليمن ضعيف لأنه وجود يمن قوي تهديد طبيعي للسعودية وجود يمن ضعيف أيضا أو مريض تهديد أيضا يعني لاعظنا أنه موجات النازحين الجائعين المحاولات أيضا الآن المليشية الحوثية تجند الملايين أو آلف اليمنيين نظرا لعدم وجود أي أفق مفتوح أمامهم لكن السعودية لم تتأثر إلى اليوم بموجات هجرة مثلا كما تأثر جوارد سوريا نعم بموجات اللاجئة لأنها مقفل أبوابها وتعمل بقسوة وتسوير يعني ببضل لذلك اليوم نحنا في عندك أنت غالبية اليمنيين تحت خط الفقر الكوليرا أمراض التي انقرضت كلها أعادة الجوع بلد ما في مياه يعني بلد كان رغم إمكانياته المتواضعة قبل الحرب تنقدر على تسير أموره يعني كان في الصحة معقولة البنى التحتية كانت شغالة كان في كهرباء في البلد اليوم حتى بوجود الإمارات في عدن ما فيش كهرباء يعني هما صار لهم من 2016 من 2016 من 2016 يكذبوا عن الناس يجيبوا موتورات تخدم بشكل مؤقت هو بعدين مكرر يعني الآن كل سنة تتكرر المشاكل في فترة الارتفاع الحرارة والرطوبة يعني وجود بلد مريض يسهل سيطرة هذون الناس يعني هم عم تعاملوا مع اليمن اليوم طبع إيران موجودة في التهمة للتهديد خطير وبالتالي اليوم لاحظنا قبل يعني الشر كيف استطاعت الحوثيين الاستفادة من التقنيات الإيرانية السواريخ وحتى الطائرات المسيّرة وضرب العمق السعودي يعني هذا الوضع على المدى البعيد ألا يؤثر على السعودية واستقرارها بشكل أو بآخر ماذا إذا امتلك الحوثيين قوة أكثر من تلك التي لديهم سعودين بالأخير بالنسبة لهم هناك من يحميهم هم يفكرون أنه لديهم أنه في أمريكا تحمينا إذا ما في أمريكا في إسرائيل يعني هذه الآن الحديث عن صفقة القرن وهو صفقة القرن مربوطة أيضا بشروط وملاهج سرية في هذه الاتفاقيات حماية بن سلمان من قبل إسرائيل أنه الآن نحن نتكلم أنه الخطر إيران هم الآن عم يشتغلوا على هذا الموضوع ويصرفوا المليارات على مسألة أنه نحن بنحمي حالنا من إيران لكن المفارقة أيضا بنفس الوقت التجارة بين إيران والإمارات على أوجه نعم فبالتالي هم هذه الخلفية والعقلية الحاكمة بالسعودية أنه إذا ما ما استطعنا نكسر إيران باليمن وإذا إيران هددتنا هناك من يحمينا يعني استأجر إذا ما تحدثنا عن أيضا واحدة من الأسباب التي تدفع الإمارات لعاقة تفعيل ميناء عدن والحديدة ومد نفوذها على الجزر اليمينية هناك من يكون لمن كان جزء من المشروع طريق الحرير الصيني والذي بشأنه أن تكون عدن هي إحدى العدن والحديدة إحدى المحطات لعادة تصدير البضايع الصينية الإمارات هل تعتقد أنها تستطيع السيطرة لعاقتها مثل هذا المشروع الضغم لا أظن الإمارات تستطيع لكن الإمارات تشتغل يعني الإمارات مثلا لم تعطي الميناء عدم فقط تحاول تعطي موارد الصومال جيبوتي تحاول تسيطر على البحر الأعمار هناك أحلام عظمة موجودة عند قادة الإماراتيين طبعا هي أوهام أنه بلد صغير مثل لا يمكن يتحول يعني هو ليس بريطانيا العظمى التي حكمت الهند يعني من لندن يعني أنت ما يكفي يكون عندك قوات وعندك مال يعني كمان لازم يكون عندك يعني تتكي على تراث على تاريخ على قدرة على استثمار هذه القوات يعني أنه ما ممكن يكون يعني الليمني ينحكم من الوزير قرقاش يعني المندوب السلامي على اليمن ما ممكن يعني المنين ما بيقبلوا هذا الشيء يعني المنين نحسهم بالمساواة عالي إما ما بدنا نقول بالتفوق صحيح فقراء صحيح اليوم وضعهم سيء وفيه أمراض بالبلد بس ما بظن في يمني يعني يعني يقبل بالأخير يعني يعني يحكم لا سعودي ولا إماراتي يعني يعني ممكن يقبل يكون العلاقة ندية بس ما يقبل يكون يعني السعودي حاكم يعني عنده مصاري أكيد وأغنى منه بس مش مش مقبولة يعني فهم عندهم جزء من أحلام العظمة وامراض يقول لها بالحقيقة يعني لما نيجي يقول لك تولة صغيرة مثل قطر كيف يعني يكون عندها مشروع إعلامي مستقل لماذا لا يكون عند قطر مشروع إعلامي مستقل يعني إذا قطر عندها رؤية تعمل إعلام جديد فماذا يضرك أنت في السعودية ولا في الإمارات أن يكون عندها مشروع إعلامي جديد يتنافس في هذه المجالات لكن التجاوز الموضوع إلى المحاولات المنافسة على آلام الشعوب أعتقد هذا شيء غير طبيعي وغير سوي إذا عدنا للموضوع اليمني هل إلى أي مدى أثرت النخبة اليمنية الموجودة حاليا في هذا الاستلاب الحاصل للأسف النخبة لم تلعب دورها لا في الوحدة ولا ما تلا ذلك النخبة انصحبت يعني أين النخبة اليمنية اليوم يعني فين الصحافة يعني نطرح سؤال فين الصحفيين فين فين الأحزاب أحزاب اليمنية يعني أنا مثلا شخصيا بالنسبة إلي فيه شيء اسمه الحزب الاشتراكي هذا حزب تاريخي وعريق وكان عنده بنية هذا الحزب أين هو اليوم مما حصل في اليمن بعد اشتياح صنعة بعد اشتياح عدن بعد احتلال عدن من قبل القوات الإماراتية أنا لم اقرأ حتى بيان لهذا الحزب أين هو الحزب الناصري يعني اللي هو كان حزب موجود وكان له دور حتى في الانقلاب اللي عمله علي عبدالله صالح يعني كان دور كبير وقدم شهداء وفات على السجون أين هذا الحزب حزب الإصلاح أين حزب الإصلاح حزب الإصلاح في الأخير يتقسم بهذه الطريقة ويوزع نفسه جزء موجود في الرياض وجزء موجود في أماكن ثانية ويكون يعني يسير على هوى هذه العاصمة وهذه العاصمة يعني نخب الإصلاح يقول أنه يقاتل في الميدان وأنه موجود وأنه لكن كيف نستطيع أن نقول أن علاقة الإصلاح جيدة بالإماراتين في مارب وعلاقة تمسية في عدن وفي غيرها المناطقين وموجودين في الرياض كيف يعني مش فهمان أن يعني كيف علاقتهم مع الرياض جيدة يعني يعني أنه هو متبني وجهة النظر السعودية تجاه اليمن وجهة نظر هادي ربما تكون الإصلاح أو السعودية والإماراتية تتبني موقف أو وجهة نظر الإصلاح تجاه اليمن ما هو سر العاكس يعني طيق ربما والله أنا شخصيا أختلف معك بهذه النقطة. ما شايف الأمر هيك. لأنه أنا شايف خارطة حزب الإصلاح. التوزعات وهذه النوع من التوزعات الانتهازية مثل بقية الأحزاب. الإصلاح يقول أنه يقاتل في الجبهات. يقاتل في الجبهات. ممكن يقاتل في الجبهات. لكن لا يعني أنك تقاتل تحت الرائع السعودية في اليمن. الحل في اليمن ليس أنك تعمل بارودة وتقاتل الحوثيين فقط. الحل في اليمن أن يكون عندك مشروع غير مشروع أنه تقاتل الحوثيين بس أيضا ما تقبل وجود الإماراتيين بالبلد ولا تقبل وجود السعوديين بالبلد. هذا لم يعود تحالف. ربما هي المرة الأولى في التاريخ التي تهرف فيها حكومة ويهرف فيها أحزاب ويرحلوا إلى بلد كانوا ينصف بالعدوى التاريخي لبلادهم. هذه الضرورة التاريخية لم تنتهي. ربما الأحزاب اليمنية ذهبت واستطابت المكان. اليوم كيف نستطيع أن نفسر أن حكومة ورئيس ونائب رئيس تحت إقامة جبرياء في دولة ملكية تريد استعادة نظام جمهوري من أيدي ميليشيا تدعي حق الولايات وحق الأحقية في العالم. هاي مفارقة تاريخية. يعني مش مش فقط يعني أنه جالس لدى نظام ملكي. هاي مسألة مش 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 أساسية مسألة ثانوية. مفارقة تاريخية رئيس يمني جالس في السعودية خمس سنوات. معقول عبد ربما منصور هادي. ما بقدر. يعني الأمن لا نفسه بعدا. ولا بمنطقة. هي ممنوع من قوات الإماراتية. بينما القوات الإماراتية ووزراء وقادة ومسؤولين إماراتين تفتح لهم مطارات عدن ومطاريا وغيرها ويذهبوا ويتجولوا ووضع الأمنية ومسيطرة عليها. هل نستطيع أن نقول أن الرئيس هذا أيضا والنصب الموجود الذي لا يتحلوا بالشجعة اللازمة ولا حتى بالمستاقية ولديهم أيضا مشاريعهم الخاصة. هذا الكلام على لسان كل طفل يمني. ما أظن في طفل يمني بحاجة لعلبة حليب يعتقد أنه عبد ربما منصور هادي مثله. رئيس جالس عند السعوديين خمس سنين وتارك البلد بهذه الطريقة. وقبل أن يقول أنا رئيس هما وزراء وينتقدوا من كل شهرين يطلع وزير ينتقد ويقول نحن ما بيصير هذا الوضع. أنه رئيس جالس في السعودية وطرف يسمي نفسه وتحالف لعادة الشرعية يمنع رئيس يعود إلى عاصمة الشرعية المحررة عدنا اليوم. هذا وضع غير سوي. ما بي يعني كيف رئيس رئيس اليمن جالس في فندق في السعودية كيف يعني وضع غير سوي غير مستقيم يعني ما هو المخرج من هذا الوضع الذي نعيشه يعني مليشيات في الشمال مليشيات في الجنوب بلد شعب متروك بلا قيادة بلا مسؤولية. فساد أممي المنظمات الأمم المتحدة تعمل وفق معايير لا ليس لها علاقة بالعمل الإنساني؟ لأسف الأفق مسدود وما أعتقد أنه جزء من استراتيجية الأطراف المتحاربة أن نصل إلى هنا أن يصل الوضع إلى هذا التعفن الخطير وأن يكون الأفق مسدود. يعني الآن الإيرانيين من جهة السعوديين والإماراتيين من جهة ببلد وأبناء البلد يدفعون الثمن بالصحة بالتعليم بالبناء التحتية بالتشرط باللجوء فقم سدود للأسف في اليمن. هل تعتقد أن هذا الوضع سيستمر للأبد؟ لا أعتقد أن هناك وضع سيستمر للأبد لكن الفاتور التي ستدفع ربما ستكون كل فتاة عالية ليس فقط على اليمنيين. بالتعكيد الوضع لن يستمر إلى الأبد يعني اليمنيين شعب رغم أنه شعب فقير لكنه شعب حي وما في يعني ولا مرة بالتاريخ إذا رجع الواحد قرى تاريخ اليمني ولا مرة اليمنيين يعني نحن رأسهم لقوة جنبية أو لوضع غير سليم. ألا ممكن يتحاربوا مع بعض عشرات السنين بس أنه يكون في وجود أجنبي بهذه الطريقة بالبلد تتحكم بقرارهم ما حصلت. شوف لدينا مشكلة ربما الحوثي اليوم هو يعتقد نفسه الطرف المسيطر والطرف الأقوى لكن يرى أنه أفضل من اليمنيين وأكثر قدا سوالا الذي حق إلهي في الحكم. هل بمكان مثل هذه الأفكار أن تنجح في الإيمان؟ هاي خرافات تاي يعني ماذا يعني أنه هو طرف أفضل يعني شوه دم أزرق يعني الحوثي خرافات مبنية على تخلف تخلف عقلي وثقافي وناس يعني نبين أنه هاي الإقامة الطويلة في الجبال وفي الكهوف ما خلتهم ينفتحوا على ثقافات العصر وبيعرفوا شو عم يصير بالعالم يعني هاي أبسط شيء نوضون نازل يجعلوا شو عم يصير بالعالم. شو يعني هما متفوقين على مين يعني هما من أي من يعني السلالات اللي اللي حكمت أوروبا ولا حكمت روسيا القيصرية لما شافت حصلت الثورات انحنت للثورات واحد مثل الكاتب تولستوي كان قطاعي كبير تنزل عن قطاعياته للفلاحين فماذا يعني يعني نكون جالس في كهف انت وترى بقية الآخرين على أي أساس يعني بقية اليمنيين شيء وانت شيء هذا التقسيم يعني خلفيته الأساسية خلفية تخلف نعم طيب أستاذ بشير ربما الوقت لم يعددين وقت طويل لكن اليمن في الإعلام اليمن مظلوم مهضوم السريع أو أسير التقاسمات الكبيرة كيف بالإمكان الوسائل الإعلام أن تنتصر للقضية اليمنية للملايين الجائعين ملايين يعني الجميع يتحدث عن اليمن هي أصل العرب ونحن جميعا من اليمن لكن حين احتاجته اليمن لم تجد أحدا كانت وحيدة الحقيقة هذا موضوع يعني معك حق في طرحه يعني أحنا من موقعنا في الإعلام في صحيفة العربي الجديد وموقع العربي الجديد يعني نعطي مساحة كبيرة لليمن ومش بس لليمن كل الملفات العربية اللي حاول الإعلام الرسمي يقصيها لكن المسؤولية ومزدوجة أيضا عدنا جيش من الإعلاميين اليمنيين موجود هذا الجيش يجب أيضا أن يتحرك القوى السياسية لديها مسؤولية كبيرة يجب أن تتحرك هذه القوى السياسية يعني تتحرك ليس فقط في المحيط العربي يجب أن تتحرك في المحيط الدولي يمنيين قادرين على الاتصال وشرح قضيتهم لابد من عمل شيء إعلامي خاص ليس فقط إعلامي إنساني أيضا لمن وضع إنساني سيء جدا ربما مشكلة اليمنيين هي الانقسام بين حالة الإنقلاب وحالة أيضا التدخل الأجنبي الذي جعل اليمنيين ضحية لهذا السرع يعني إما أن تكون جزء هو أيضا مشكلة إما أن تكون جزء مع الميليشيا أو تكون جزء مع الدول الأخرى أو التحارف وهذه ربما هي واحدة من المشاكل التي أضاعت اليمنيين وجعلت العالم لا ينظر إليهم أو لا يلتفت لمشاكلهم بشكل حقيقي كيف بالإمكان تخليق صوت ثالث بعيد عن مثل هذه التشضيات والتقسمات والانحيازات لا شوف أنا برأيها هي مسؤولية يمنية مسؤولية يمنية أن يلتقي الناس الذين يمثلون صوت آخر صوت مختلف وهذول الناس هما الأغلبية اليوم أغلبية في اليمن يعني أحنا مبارك أنا متابعتي نتيجة متابعتي لا أجد إلى جانب الحوثي مثقف يمني واحد إلو معنى المثقفين اليمنيين المستقلين مثقفين معنى مش مثقفين الميديا الرقاصين المثقفين معنى أنا لا أجد مثقف إنه معنى موجود بل بلد مليء بالمثقفين لا أجد إلى جانب الحوثي ولا أجد إلى جانب مشروع التدخل يعني يجب التواصل مع المثقفين الإعلاميين المهنيين الإعلاميين اللي عندهم يعني غير على البلد لا أجد أيضا من الإعلاميين هؤلاء أحد أخذ الجانبين جانب الإمارات أو جانب المشروع الحوثي يعني هناك المساحة المستقلة هاي يجب أن يتم العمل عليها إن شاء الله شكرا جزيلا لك أستاذ بشير دهمنا الوقت والحديث معك لا يمل صراحة وكنت سعيد جدا بجراء هذا اللقاء معك شكرا شكرا إن شاء الله يعني لما نطلع من هذا الطريق لنسدود أعزائي المشاهدين في اختم هذه الحلقة لا يسعني إلى أن أشكر ضيفي الكريم الأستاذ بشير البكر رئيس تحرير صحيفة العربية الجديدة السادر بلندن الشكر أيضا موصول لكم نلقاكم في حلقة قادمة بالرمج القرآن خاص كونوا معنا موسيقى 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 موسيقى